يلا بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة النهاردة ده كترة محاضرة خفيفة جدا ولزيزة ومش كبيرة ويعني ان شاء الله تبقى سهلة دقيقة يا فريق المحاضرة النهاردة اسمها complete denture duplication complete denture duplication دوت يعني ازاي اعمل نسخة تانية من complete denture اللي انا عاملاه للpatient نفسه يعني بعد اصح بعمل copy تاني للcomplete denture اللي قريدي معمول للpatient نفسه طيب هنعرف بقى هنا الحالات الindications بتاعته ايه ان كان لي advantages techniques واهم حاجة عندي هنا اللي هندرسها techniques techniques هنلاقيها كلها شبه بعض وسهلة قوي ان انت تعمل duplication للcomplete denture نفسه طيب definition of complete denture duplication double denture اللي هي النسخة من الدنشر الاساسي بعمل منه نسخة تانية is the second denture intended to be a copy of the first one synonyms اللي هي المفردات يعني ممكن يجي لك سؤال بمفردات اخرى غير double denture زي copy denture زي template denture زي replica denture او whatever او double denture طبعا كلهم نفس ايه المسميات نفسها الايم الهدف ان انا اعمل copy للcomplete denture بتاع العيان ان انا اترانسفير الcontours من الطقم القديم من اجل ان انا ممكن اعمله for maintenance of neuromuscular control يعني مثلا مثلا هنقول مثلا ان انا بحول شكل الاول denture دوت بعمل واحد تاني جديد نفس شكل القديم بالزبط طبعا يا شباب هنرجع هنقول طب افترضي القديم فيه عيوب لا لو فيه عيوب يبقى دوت نعمله حاجة تانية خالص او ممكن نصلحه العيوب واحنا بنعمل copy بتاع الدنشر التاني دوت غير الrepair غير الرباز غير الريلاين غير الحاجات دي كلها انا بصلح العيوب بتاعة القديم في الجديد اللي انا هعمله منه بالزبط وهنشوف دلوقتي برضو ان انا ممكن اتشينج او اغير شكل الاسنين من النسخة الجديدة اللي هعملها الكمبيت دانشر الأديم any modification done to the basic shape of the old denture should therefore be only those necessary to correct the loss of it يعني اهم حاجة انا بعمل بيها او اهم اه ايم او جول او هدف ان انا اعمل بيه copy للالالدانشر دوت ان انا اصلح المسفت بتاع الالدانشر ده تمام يعني الدنشير القديم not adapted well عن underlying structure فانا بعمل واحد جديد to be adapted and be fit over the superstructure اوكي طيب انا دلوقتي المisfit دوة due to طبعا rate of bore resorption كان عالي او due to bore resorption فبيخلي عندي slight increase في الvertecal dimension of occlusion اللي هو الVDO او الOVD اللي هي الvertecal dimension of occlusion وفي نفس الوقت ممكن اعمل replacement او اغير السنان اللي حصلها تأكل اللي هي worn denture الindications عندي ايه هي الحالات اللي اقدر اعمل بيها complete او copy للدنشير القديم للعيام لما الدنشير القديم يبقى desirable for all patient to provide replacement denture with improved improved fit خلاص اقول له خلاص يا سيدي انا هعمل لك طاقم جديد نفس شكل الطاقم القديم لان في patient بتصر ان هي تلبس الطاقم القديم ويقول لك انا اعيز واحد جديد على نفس الشكل دوت بس اعمل لي واحد جديد يعني بنفس الimpression surface او fitting surface بتاع الدنشير القديم تمام طيب if we desire to renew old deterioration and stain denture يعني الطاقم القديم فيه stains فيه وساخة فيه سبغات الراجل بيشرب قهوة كتير بيشرب سجاير حصل staining فانا بعمل واحد جديد بماتيريا الجديدة طبعا واثنين جديدة وكل حاجة ممكن اعمل copy للدنشير to be acting as a spare يعني لو الطاقم القديم بتاعه يخليه في البيت وياخد الطاقم التاني معاه هو خارج برا او يخلي الاثنين معاه spare يعني احتياطي تمام واحد يخليه في شنطة ايده والتاني هو لابسه في بقه عادي علشان بس جاستين كيس ان هو ممكن يقع منه يكسر ممكن ينساف حتة او كده يبقى معاه واحد تاني تمام بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي في حالات البحث العالمي ان انا عايزة اعمل بحثة على عينين completely denteless وعايزة اعمل كزا denture للعين عشان اعمل عليه البحث دوت من غير مقرب للطاقم اللي هو already بيلبسه اقول له يا فندم معلش انا هعمل نسخة تانية من الطاقم اللي انا سوته لك دوت اعمل عليه البحث بتاعتي when to duplicate denture امت بقى بعمل duplication يعني انا كده عرفت الجول وعرفت ايه؟ ال-indications طيب امت بقى to duplicate denture او اعمل النسخة التانية دوت هنا بيقولك unless examination revealed satisfactory finding as regard to ethics physiological psychological needs of patients يعني انا عايزة توريستور ال-ethetics برضو physically and psychologically according to each need of the patient وبنشوف طبعا الدenture القديم لو فيه اي fracture لو فيه اي يعني القصر قبل كده وعملت له repair لو فيه اي grazed line يعني شروخ كتيرة موجودة عنده لو الدenture القديم في missing او replaced teeth طبعا لو فيه مشاكل في ال-ethetics او فيه مشاكل في ال-phonatics او الكلام ده كله لازم ابقى وقت بالي منها من الدenture القديم عشان ما سويش طعم جديد على طاقم قديم boys already تمام on the basis of this examination the patient is then advised whether the existing denture should be duplicated or اعمل remake للدenture نفسه لازم انبه العيان ان كنت هعمل complete denture جديد على الطاقم القديم دوت بالعيوب بتاعته ولا اعمل واحد تاني جديد طبعا بدون اي عيوب علشان خاطر ما يعملش مشاكل للعيين temporary double denture طبعا الفقرة دي يعني ملهاش اي لازمة خالص يقولك ان انا ممكن اعمل temporary duplicate denture يعني بعمل temporary denture sometimes carried out with the aim that this can be modified if the patient capacity to adopt is in doubt يعني بعمله واحد تاني احتياطي مؤقتا علشان ياخد على الطاقم بتاعه شوية لحد كده ما اعمله طاقم جديد يعني الكلام ده كله ما بيحصلش هو بصه يبيض يسود مع طاقم قديم بعمل duplication للطاقم القديم ده توساوي بطاقم جديد بشكل جديد بسنان جديدة يعمل خلاص انما جزء اللي هي الجزء بتاع temporary دوت انا شايفة ان هو ملوش اي لازمة وكل عكسي يعني ده هو بيقى متعم اكتري التكنيكس بقى نجي عالتكنيكس التكنيكس مهمة جدا ونبقى عارفين اساميها كويس جدا 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 خلاص عشان اي فنك ان هو ده الجزء اللي بيجي فيه MCQ هو ما بيجيش اسئلة كتيرة بصراحة في المحاضرة ديت بس احنا لازم نبقى ايه اشرح لكم برضو المحاضرة كده وبقولتلكم محاضرة لايت قوي وكده تمام كلها نفس نفس التكنيك بيتعمل مع اختلاف القوالب خلاص اختلاف المولد القالب اللي انا بعمل فيه هو ده المختلف وبرضو اختلاف الماتيريا اللي انا بصب بيها تمام عندي اول تكنيك موديفايد دانشير فلاس ماثد تاني تكنيك دوبليكيتنج فلاسك ماثد بور ريزن فلاسك ماثد كاب فلاسك ماثد سوب كونتينر ماثد واغار كونتينر ماثد اول حاجة هنا دانشير دوبليكيشن تكنيك او دوبليكيتنج فلاسك موضوع سهل جدا ان انا في اول زيارة خالص بعمل دوبليكيشن للال دانشير في اوتو دوبليكيشن العادي جدا خلاص بعمل بعد كده وبعمل سيلكشن للشيد بتاع الدنشير الجديدة يعني انا بعمل الاول للعيان بشوف حالة بتاعة العيان عاملة ازاي هل مضطرة ان انا اعمل واحد جديد ب مظبوط للعيان بشوف مخارج الحروف عنده اتقصرت بال اول دانشير ولا لا يبقى انا كده هغير السنان ب سايز جديد هل العيان بيشتكي من ان اللون السنان اتغير فانا هغيره بشيد جديد طبعا الفيت وال الادابتيشن طبعا لو العيان بيشتكي ان الطام بتاعه القديم بيقع منه او في اي حاجة فانا باخد بالي ان القالب او ال impression surface بتاع complete denture should be changed to احنا ندخل على طول على duplication laboratory procedure for denture duplication بعد ما بصيت على بق الدانشير القديم في بق الpatient وعرفت الشكوى العامة من العيان نفسه من ال all denture دوت اللي مخليني بعد كده اعمل all denture جديد بعمل ايه بقى باخد impression of the denture all recorded in alginate عايزي جدا بجيب الفلاسك اللي هو الفلاسك نفسه انا عندي two members من الفلاسك خلاص بجيب اي member فيهم او اي ام مش عارفة member يعني ايه مش فقط يعني اقول لكم ايه زي احنا عندينا two members للفلاسك يعني member وmember بنرزقهم هما الاثنين عربع فانا بجيب اي member فيهم وبحط في ال complete denture دوت وباخد زي impression complete denture دوت بال alginate خلاص using a suitable rigid container such as duplicating flask او modified denture flask or a soup container انا عندي هنا شكل كل containers او الممبر اللي انا هعمل فيه duplication نفسه بتاع complete denture نفسه زي ما قلتلكم التكنيكس وكلها واحدة معدى المولد او القالب اللي انا هصبي فيه denture نفسه خلاص والmaterial اللي هستخدمها في duplication بالنسخ نفسه بتاع denture هنا جايب لك صورة مجمعة لشكل المولد اللي انا بعمل فيها duplication نفسه زي ما احنا شايفين انا جبت member من الفلاسك دوت ماليته بي alginate وبعد كده قوم غرزة complete denture جواب المنظر ده خلاص يبقى عندي الفيتنج سورفز كله هو اللي بي اظاهر تمام يا شباب وبعد كده when the alginate is completely set اي excess material موجودة على الفيتنج سورفز دوت او على ال base ببتدي اشيلها with sharp knife وبعد كده the flask is then filled with new mix of alginate وبعد كده اجيب المنبر التاني واملاق alginate واقوم حطاه بقى فوق المنبر الاولاني وبقى كده قفلت الفلاسك نفسه طيب كل ال excess of alginate دوت ابتدي اشيله واستنى يحصل complete setting لل alginate نفسه بعد ما بيحصل complete setting لل alginate اقوم فتح two members بتوع الفلاسك دولت او two halves of هيا شباب خليكم معايا معلش انا كده الطعمة عندي تسجل في alginate material دي ولا لا انا انا عندي هو الجزء بتاع السنان ظاهر في المنبر الاولاني والجزء بتاع fitting surface ظاهر في المنبر التاني طيب تفتكروا بعد كده هعمل ايه الموضوع سهل وبسيط جدا بعمل زي two holes من posterior area من وراء خلاص بسميها sprue sprue holes الكلمة دي مهمة جدا عشان تبقوا عارفانها ثانية واحدة علم لكم عليها علشان خاطر تبقوا فاهمين ايه هي sprue sprue holes دي مهمة جدا sprue holes عبارة زي خرمين كده فتحتين بنحطهم من وراء خلاص من عند posterior end بتاع الالجينate مول دوت على اساس ان انا بعد كده هصب بقى acrylic من من 2 openings door the impression is reassembled and held together with adhesive tape ماشي افلتم الاتنين مع بعض وبعد كده auto polymerizing acrylic resin is run into one of the sprue holes until it raises from the other يعني بصب الacrylic resin بعمل زي packing او مش packing بقى انا بصب الacrylic resin دوت بعيس انه يملك كل الفجوة اللي عندي اللي دوه بتاعة the old denture دوت يملاها بacrylic resin زي ما احنا شايفين كده شباب بعد ما بيحصل complete polymerization او او setting من الacrylic resin دوت بفتح ال two members وبعد كده بشيل الطائم زي ما انتو شايفين كده طبعا كل معمول اكريل في اكريل خلاص يعني denture is removed from the flask and mounted on a sweatable articulator ببتدي عمله بقى remounting تاني عشان اشوف الhigh spots اللي موجودة في الدنشر الجديد then the pink colored teeth طبعا السنان كمان معمولة pink color فمشايلة pink colored teeth دوت وعمل لها replacement بالسنان الطبيعية اللي هي acrylic resin teeth العادية اللي هي اللونها ابيض دوت وبعد كده خلاص بعمل له بقى هي adjustments بتاعتي العادية قبل ما سلمه للعيان تاني second visit this visit includes try in of the denture يجي للعيان بعد ما عملت duplication وبعد كده بحطه جوبه العيان وبعمل try in verification of the jaw relation and tooth position for athletics and phonetics try in عايزي كده وممكن اضطر ان انا اعمل relining or rebase impression then obtained as in the conventional relining technique ممكن اضطر لو في اي مشكلة في seating بتاع الدنشر نفسه اعمل relining chair side او laboratory relining لل denture نفسه هنا the denture are then processed finished and polished and with routine laboratory procedures وبعد كده نفس الخطوات اللي احنا بنعملها عند delivery او عند insertion بشوف برضو high spots اللي موجودة بالPIP اللي هي pressure indicating paste and occlusal adjustment وبعد كده ببتدي اعمل برضو ممكن اعمل clinical remounting order to remove all the high spots او اعمل spot grinding للhigh spots عشان اضبط vertical dimension of occlusion التكن 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 الاولاني اللي هو duplicated denture flask التكن 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 اللي هو اسمه the soup container نفس بالظبط التكن يا شباب نفس الاولاني مع الفرق ان انا بستعدم soup container soup container ده تعرفين علبة الصابون هي علبة الصابون مفيش اي فرق تاني هي علبة الصابون بعمل فيها duplication خلاص هي شكل العلبة وبعد كده بعمل فيها duplication بس وقال لك هنا انه ممكن احتاج ان انا اعمل adjustments او ازود شوية denture borders بنعمل لها modification with green stick compound يعني بزبط borders لو denture ده misfit او extension بتاعه متأثر ب board resumption فانا بزود الحتة الresource دي بgreen stick compound وبعد كده ابتدي اصب او احطه في alginate في soap container او في علبة الصابون ده زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده الصورة اللي تحت دي وبعد كده the denture is invested in the lower part of the container وبعد كده ابتدي احط عليه denture اللي احط تاني طبقة تانية من الالجينate برضو واستنى عليهم لحد ما ينشافوا خالص وبعد كده اطلع denture بالمنظر زي الصورة اللي على اليمين ديت بعد ما يحصل complete setting للالجينate وبعد كده افصل برضو الجزء اللي فوق عن الجزء اللي تحت هنا صورة تانية لشكل denture جوه الصوب container الالجينate من تحت والالجينate من نفس اللي احنا قلنا بالزبط في دوبليكيد denture اللي هي التكنيك الاولين هنا the two halves are then opened and sprue holds برضو بفتحها من وراء posteriorly خلاص وبعد كده the halves are then reassembled and can be held together with elastic bands بمسكهم مع بعض بأستيك ولا بأي حاجة وبعد كده اوم مدخلة ال polymerizing acrylic resin هنا replication of teeth in wax ممكن احط layer of wax بالمنظر دوت وحط السنان عليها اللي هي acrylic teeth نفسها وبعد كده بأم حط self acrylic resin being poured down one of the holes with light vibration عشان يعمل escapement لل air خلاص from the other وبعد كده بأسيب ال container with the sprue holes upright in a pressure pot that contain water انا بحط بأسوب container دوت فمية سخنة جدا عن دركة حرارة 110 fernin height وبسيب بيحصل processing للresin under 15 أو 30 psi pressure for 30 minutes لا ده هو الفرق بقى ان انا بسويه تحت الضغط بتاع pressure for 30 minutes علشان يحصل complete setting لل acrylic resin ويطلع copy done share مزبوط بيطلع بالمنظر ده the waxed or octop وقلت لكم المول ده هنا مختلف اللي هو عبارة عن soap container اللي هو علبة الصابون نفسه وده بيطلع شكل الدنشر بال waxed up teeth تمام بال waxed up teeth باخد الدنشر دوت وبعد كده بحط بقى العيين واعمل عليه centric relation record بخليها جوبه العيين وخلي العيين يسد عليها after adjusting the waxed teeth for the vertical dimension of oclosure يعني بعمل centric للعيين inside the patient mouth وبعد كده لو عندي اي مشكلة في centric ببتدي ازبطها في السنان النفس عن طريق ال remounting هنا the waxed teeth on one of the denture بنعمل لها replacement with identical mold of recent teeth يعني بشيل بقى الواكس teeth دوت وحط الأكريليك teeth عادي جدا والopposing denture الناحية التانية سواء upper أو lower set up in identical position to the original denture وسوي بقى خلاص كده عملت من الدن شر القديم بتاع العيين نيجي عالتكنيك التالت اللي هو silicon pati هنا جايب لك حالة الراجل دوت عنده 80 سنة وقاعد يلبس طاقم لمدة 25 سنة تمام وبعد كده احنا شايفين كده note a market reduction in the vertical dimension of occlusion شايفين angle of the mouse بتاعت واع جدا والراجل على فكرة ما كانش بيشتكي أصلا من الطاقم بتاعه هو ما كانش بيشتكي بس هو ما تعرفش بقى حد نبيه وحد قاله لا انت في دلوقتي ممكن تعمل طاقم جديد ويعلي لك vertical dimension of occlusion بنفس المميزات بتاعت الطاقم اللي انت واخد عليه بقى 25 سنة دوت بس تسوي واحد جديد يعلي شوية vertical dimension of occlusion يعمل duplicate للطاقم القديم بتاعه الانترا oral occlusion بتاع الراجل دوت كان بالمنظر دوت كان عنده anterior crossbite ما طبعا بقى له 25 سنة لابس الطاقم دوت ومش عايز يغيير اوكي indicating of alveolar reach resorption however extra orally denture can be occluded in normal centric occlusal contacts يعني انا حطيت upper والlower denture مع بعديهم وكان occlusion كويس جدا انما طبعا في بق العين بسبب التغيرات اللي حصلت لل super structures اللي عنده فعملت اللي هو الانتيرير crossbite بنعمل silicon putty mold بال rubber base خلاص بنعمل silicon mold and shellac record bases are adapted on the impression of the fitting surface يعني بجيب shellac upper lower shellac base بخطه على upper mold وعلى lower mold يبقى كده انا سويت يعني زي طاقم temporary كده او duplicate denture before processing بالشلك ده the mold are then closed and filled with molten pink wax to produce an replica of the teeth تمام بقى دلوقتي المold التالت بتاعي معمول من السيليكون يعني اول مولد كان الفلاسك تاني مولد عندي كان السوب كونتينر تالت مولد عندي اللي هو السيليكون كونتينر تمام ونفس الضبط اللي احنا عملناه قبل كده هو 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 بيتعمل بالسيليكون كونتينر ده يا شباب ما فيش اي تغيير خالص فيه برضو ممكن نعمل وغير الواكس ده بأكريلك ريزن تيث بعد كده وادي شكل الطعم بعد ما عملتله تغيير في شكل السنين و تغير شكرا